أجلي مئة الأشخاص من بيوتهم ليلة الخميس الجمعة في بلدة بيت مئير قرب القدس بينما تتأهب القوات الإسرائيلية في مواجهة حرائق مستمرة منذ أربعة أيام في حيفا بشمال إسرائيل واندلع حريق جديد في بلدة كرياتجاد جنوب تل أبيب بحسب الشرطة الإسرائيلية وفي مدينة حيفا قضى ألاف الأشخاص ليلتهم في ملاجئ مؤقتة بعد إخلاء عشرات الآلاف من السكان في المدينة التي يقيم فيها اليهود والعرب الوضع ليس جيدا بعض المنازل تضررت كثيرا والبعض الآخر كان ضررها أقل الأبنية أثرت كثيرا بفعل حرائق الغابات التي طاولتها وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حذر القميس من أن كل حريق متعمد أو أي تحريض على الحرق هو إرهاب وسيتم تعامل معه كعمل إرهابي ويعاقب الفاعل على ذلك كإرهابي وندد نواب عرب في البرلمان الإسرائيلي بهذه التصريحات مؤكدين أن السكان العرب في إسرائيل الذين يشكلون قرابة 17.5% من السكان تأثروا كغيرهم بسبب الحرائق تأثروا كغيرهم بسبب الحرائق تأثروا كغيرهم بسبب الحرائق تأثروا كغيرهم بسبب الحرائق